نعمل ريفيجن تاني على الجامع عموما تمام اللي اخر حاجة خدناه اللي هو الجامع النوع التاني لما قلنا الكلمة اخرها O أو X أو S أو SSHCH وكمان غنيناها بطريقة حلوة قوي O XS SSHC O XS SSHC O XS ايه قلناه عليهم قلت لما لقى الكلمة اخرها اي حرف من دول كنا بنشوف اهو اخرها X اخرها SSH اخرها SSH كنت بزود عليهم ايه E و S تمام بنزود عليهم ES ايه وشارحناهم زي بوكس اخرها X زودت لها ES جراس جراسز اخرها SSH هزود لها ES تمام واتش اخرها SSH بعد كده هزود لها ES تمام ده كان النوع التاني من الجامع ان انا بكتب نفس الكلمة لو اخرها حاجة من المجموعة دي وما فيش حل غير ان المجموعة تتحفز بكتب نفس الكلمة وبزود لها ES بكتب نفس الكلمة وبزود لها ES تمام اوكي والنوع الاولاني بنزل نفس الكلمة وبزود S بس ده النوعين اللي احنا خدناه تمام بعد كده عملنا ريفيجل على ضمار الفاعل انا اي انا اي انا انا اي هو هي هي شي لو مش انسان ات نحن وي انت يو هم زي تمام بعد كده ايه هنتكلم على ضماري ملكيك برضو من ضمن ريفيجل بتاعتنا انا اخر ثم قلناها انا اي وميلكي ماي قلت بحط ايه بنزل نفس الكلمة وبحطoks قبلها ماي ماي بوك وبين banc باك الر vão ومر و يبقى معناها ملكي او بتاعتي ملكي او declaring ميبوك ميباج ميبنسل ميفيس ميليج يبقى بحط قبلها ماي وقلنا كمان طريقتها في الحفز انا الاي وملكي ماي وبحطها قبل الكلمة يعني عندي كات تبقى ميكات عندي كار تبقى ميكار عندي كاب تبقى ميكاب وغيره تمام زي ما احنا طيب ايه بقى الجزء الجديد اللي تكلمنا فيه اللي هو الكالرز الالوان اتكلمنا في الكالرز الالوان وقلنا ان هي تتحفز اورى الشفاوي وفي نفس الوقت كتابة وكمان عملناها باغنية تمام ايه هي هناخد الالوان مع بعض كلمة الوان يعني كالرز كلمة الوان كالرز تمام يلا الاولى مع بعض عد فلوسك عد احمر يعني رد عد يا ابو الملايين اخدر يعني جرين وانتو يا ناس ياهو ازرق يعني بلو وانتو يلي هناك اسود يعني بلاك بصي مين اقرأيت ابيب يعني وايت بص الاسفل داون بني يعني براويم والبرتوكولا اوراج والونها بردو اوراج ياشا يالشا يلو أصفر يعني يلو والوردي هو بينك الوردي هو بينك colors 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 ألوان هي عد فلوسك عد أحمر يعني رد عد يابو الملايين أغدر يعني green وانتو ينسي هوم أزرق يعني blue وانتو يالي هنا تمام اسود يعني black بصي مينة قريت أبيض يعني white بصي الأسفل داون بني يعني brown والبرتوكالة orange ولونها بردو orange ياشا يالشا يلو أصفر يعني يلو والوردي هو بينك وعملت كمان أغنية حلوة أوي كتبتها هاي علشان تحفظوها عد فلوسك عد أحمر يعني red عد يابو الملايين أغدر يعني green أغدر يعني green انتو ينسي هو أزرق يعني blue انتو يالي هناك اسود يعني black بصي مينة قريت أبيض يعني white بصي الأسفل داون بني يعني brown البورتوكالة orange ولونها بردو orange ياشا يالشا يلو أصفر يعني يلو والوردي هو pink سجلتها بالإنجلش وسجلت الأغنية بالعربي عشان الأولاد توم ما معدين بقى يعود يدندنه ويحفظوها يدندنه ويحفظوها في نفس الوقت طالما خدنا الcolors الألوان لازم ناخد إجابة كاملة عليها لازم ناخد سؤالها وأنا متعودة أخلي أولادي يجاو بسؤالي إجابة كاملة بمعنى يلا السؤال بيقولي what color is it what color is it يعني ما هذا اللون what color is it what color is it what color is it إيه يا what color is it يا تيتشر سامر يعني ما لون ما لون بحلها إزاي بطريقة حلوة قوي تخليهم يجاوبوا على السؤال بدل ما إجابة مختصرة يقولوا رد بس لأ ده هيجاوبوا إجابة كاملة طب إزاي يا تيتشر سامر بنخطف الكلمة الأخيرة اللي هي إت بخطفها لإني نظرها ضعيف ووفى في الآخر مش شايفها إت صحبتها زعلت إز وقالت لازم يجي قدامها يبقى إت إز ريد what color is it ما لون هخطف الكلمة الأخيرة إت وصحبتها إز وكتب اللون جرين يبقى إت إز جرين وقعد حطة قبل اللون أ أو آل هتعرفوا بعدين ليه لأن الآ والآن أدوات نكرة ما تتحطش والألوان معروفة يعني إيه معروفة ما فيش حد أقوله أخدر هيقولي ده أكلة ولا عصير لأ معروف إن هي لون وطالما معروفة يبقى ما حطش قبلها آ أو آل غير لو جي بعدها إسم وهفهمكم إيه بعدين what color is it ما هذا اللون هنخطف الكلمة الأخيرة إت وهخطف وخطها إز وكتبه إت إز بلو طريقة سهلة جدا خلت الأولاد يحفظوا لإيه الألوان بإجابة كاملة كمان يكتبوها what color is it ما هذا اللون أخطف الإت بعدها الإز واكتب اللون سويت يعني بلاك إت إز بلاك what color is it ما هذا اللون هخطف الإت عشان في الآخر نظرها ضعيف وأخط صحبتها لتزعى الإز وأكتب إسم اللون white it is white what color is it ما هنزل it is brown what color is it أي بخطف الإت من الآخر باخد بعدها الإز وبكتب إسم اللون yellow it is yellow what color is it أو بخطف الإت من الآخر وأخط إز صحبتها معيها وبكتب اللون أحمر red it is red ما حدش يقولي صعبة جدا إزاي تفريكيجي يتعلم إن هو يكتب الإجابة كاملة على اللون ما أنا يكتب red على طول وقالة لي وأنا نسا يعلمه يكتب red وقالة لبعا كده يعلمه دول لا هي بتبقى بالمرة كده بتقوليها وكتر الممارسة حتى لو معرفهاش في الأول كتر الممارسة تخليه يعرفها وسهل جدا أنا عملت حاجة كده كده هواخد ضمائر الفاعل وكده كده أخطف الكلمة الأخيرة يلا روح اختفى اختفى عشان مش شايفة واخد صاحبتها أحسن تزعل وهكتب اسم اللون اختف الكلمة الأخيرة اختف الكلمة الأخيرة اختف صاحبتها اس وبكتب اسم اللون بس كده بكل سهولة عرفوا إنهم ياخدوا colors الألوان بأغنيتها الجميلة وكمان يجاوب على سؤال color is it إجابة كاملة مش مجرد لون thank you and goodbye